السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابناء الطلبة والطالبات التعليم الصناعي. في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مادة الاتصالات الالكترونية. وهنتكلم عن الباب التاني موجات المايكرويف. ان شاء الله نهاردة هنتكلم عن موجات المايكرويف. فكرة عملها. استخداماتها. المميزات والعيوب اللي احنا ممكن نعرف عن طريق موجات المايكرويف. اه ان شاء الله هنبدأ كده مع بعض الاول سلايد معنا. نظام الاتصالات المايكرويف. يعتبر نظام الاتصالات المايكرويف من انظمة الاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى. احنا لو درسنا احنا درسنا في الباب الاول انظمة الاتصالات الام والف ام. ولكن كانت بتغطي مدى او اماكن ضيقة. مساحات بسيطة. فالمايكرويف ابتدى يدينا نطاق ترددي عريض نقدر نضيف ونغطي مدى واسع جدا جدا. فدي من اول مميزات المايكرويف عندنا. ان هو ادينا مساحات كبيرة جدا ان احنا نقدر نغطيها. وبيدينا نطاق ترددي عريض. النطاق الترددي الخاص بالمايكرويف من واحد جيجا هيرتز لتلتميت جيجا هيرتز زي ما احنا هنشوف برضو واحنا شغالين في الشرح بتاعنا. هندلوقت هنتكلم عن ان فكرة المايكرويف. زي ما قلنا هو ادى استخدام المايكرويف الاستخدام نطاق عريض من واحد جيجا هيرتز لتلتميت جيجا هيرتز. استخدامات المايكرويف اشهر استخدام بالنسبة لنا نقدر ان احنا نتكلم عليه المايكرويف المنزلي. كلنا شفناه وكلنا عارفينه وكلنا شفنا بيشتغل زي. لكن في ناس كتير كتير جدا مننا ما يعرفش استخداماته. يعني ما يعرفش اصلا ان المايكرويف دوت بيشتغل عن طريق اشارات او اشعاعات وليس عن طريق يعني فيه اختلاف تام ما بين المايكرويف وما بين الفرن الكهرابي. المايكرويف عبارة عن اشعاعات بتتحكم في الجزائقات المية والزرات اللي جوه الطعام اللي احنا بنسخنه وتبتدي تتعامل معاه بطريقة التسخين بطريقة الاشعاعات او الموجات. المايكرويف وليس عن طريق سخان كهرابي ان فيه هيتر او سخاء او زي الفرن الكهرباء. فدي اهم حاجة لازم نبعرفينها من خلال اجهزة المايكرويف. وزي ما هتشوفه في الرسمة اللي احنا هنقدمها دلوقتي هتلاقي طريقة فكرة عمل جهاز المايكرويف المنزلي. لو هتبصوا للرسمة هتلاقي ان جهاز المايكرويف هو ما فيه سخان جوه زي الفرن الكهرباء خالص. كل اللي موجود في الجهاز عبارة عن اشعاعات مايكرويف بتنزل على الاطعمة اللي احنا حطيناها في الجهاز وتبتدي تعمل عملية التسخين الخاصة بيه. لان الموجات الكهرومغناطسية دي بتدخل على الموجات الى الاطعمة. فبتقوم بتحريك جزيات الماء او جزيات بعض المواد الاخرى الموجودة فيها. وبعد تعرض تلك الجزيات للموجات بيبدأ ايه? تحرك والاهتزاز. ولزلك انت لو انت لاحزت اي حد عنده المايكرويف. لو بص هيلاقي ان الطبق نفسه بيلف. الطبق اللي بيكون موجود جوه المايكرويف مسابت زي الفرن الكهربائي. ومع الاهتزاز والاحتكاك بيتولد من ده ايه? حرارة وطاقة. ولزلك انت اول ما تيجي تفتح المايكرويف تلاقي ان المايكرويف بتاعك درجة الحرارة بتاعتك سخنة جدا وما فيش اي مشاكل خالص. ده اول استخدام وده يمكن الاستخدام اللي احنا بنقدر كلنا عارفين. الاستخدام التاني بيكون المايكرويف في الطب. وباستخدم طبعا في علاج الاورام الاورام. وده يعتبر تاني استخدام للمايكرويف. في عمليات المراقبة والتصوير. في عمليات المراقبة والتصوير الاول طبعا بنعتمد على زي ما كلنا عارفين البنية التحتية اللي هو الواير والكابلات بتاعتنا في عمليات المراقبة والتصوير. لكن طب لو انا عايز اعمل مراقبة الاماكن مساحات شاسعة. يعني على سبيل المثال لو انا عايز اربط مثلا مدان التحرير مثلا بوزارة الدخلية اللي موجودة مثلا حاليا في الكاهرة الجديدة. لو انا عملت اه او عملت كابلات وماديت كابلات من اول هنا كده مبنى الازاع والتلفزيون لغاية المبنى التحكم اللي في الوزارة الداخلية دوت طبعا هيكون مكلف جدا 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 نتيجة الكابلات ومادي كابلات بمساحات شاسعة. طب ايه اللي بيحللنا الموضوع دوت? موجات المايكروويف ان هي بتنقل الاشارات لمسافات شاسعة بالكيلوميتر وتقدر ان هي توصل الكلام دوت بدون ما استخدم اي اسلاك وبدون ما استخدم اي بنية تحتها. فدوت من اهم العوامل في المساحات الكبيرة ان احنا بنلجأ الى استخدام موجات المايكروويف لعمل الاتصالات التصوير والمراقبة في حالة المساحات الكبيرة. يعني انا عندي الكنترول بتاع اماكن المراقبة او التصوير في مكان بعيد جدا وانا المكان اللي انا عايز ارقبه ده في مكان تاني. ماينفعش ان انا اشتغل بالكابلات زي ما احنا بنشتغل بالطريقة العادية بتاعتنا. لان هي توبة مكلفة جدا زي ما احنا هنبتدي نتكلم عن المميزات والعيوب بعد كده. طب هل في في المايكروويف استخدامات اخرى? اه في استخدامات اخرى. ممكن نشوفها بس احنا دلوقتي عايزين نعرف. فكرة المايكروويف بتستخدم ازاي? المايكروويف ده مبنية على ايه? الاتصال ما بينها وما بين بعضها بيمشي ازاي? بيشتغل ازاي? هل في كافية اسلاك ما بين المحطات وبعضها? هل في حاجة? لا. احنا هنا بنستخدم النظام اللاسلكي. اللاسلكي يعني الاشارات كلها تنتقل في الجو بدون اي اسلاك وبدون اي وصلات. زي ما هنشوف في الرسمة اللي بعد كده عندنا. هنلاقي اني المايكروويف عندي بتعتمد على حاجة اسمها خط الرؤية. وخط الرؤية ده هو ده من حاجات المهمة جدا في المايكروويف وتعتبر يمكن هتكون من السلبيات اللي احنا هنتكلم عليها لما نقول المايزات والعيوب. اني شروط المايكروويف ان انت لازم يكون في خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. يعني انت دلوقتي كمرسل لازم يكون عندك كمستقبل في خط رؤية. الاتنين شايفين بعض. طب واحد يقول لي تب ما ممكن يا مستر مسلا. يبقى في جبل. في وسط عزل ما بينهم. اقول لك لا ما ينفعش. يأصلي على الاشارة المرسلة من محطة الارسال. ولذلك توصل عند محطة الاستقبال او عند المستقبل غير جيد. طيب. يبقى اول حاجة شرطة اساسي ان انا اشتغل عليه ان انا لازم يكون في خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. طب هل كده? طب ما احنا عندنا تدريس وعندنا ابراج وعندنا اشياء كتير جدا في الحياة بتاعتنا. هل دوتي خليني ما اقدرش استخدم موجات المايكرويف? لا اقدر. بس في الحالة دي لازم هستخدم حاجة اسمها محطات تقوية. محطات تقوية اللي هي تقدر تتغلب لي على الجزء بتاع الايه? الجبال الابراج الشهيقة الكلام ده كله. بحط في النص ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال بحط حاجة اسمها ايه? محطة تقوية. وده هنشوف الشكل بتاعنا اللي موجود ده. احنا قلنا اول حاجة عندنا اني لازم يكون في محطة الارسال اهي موجودة. يليها محطة الاستقبال موجودة. لازم يكون ما بينهم ايه زي ما احنا قلنا خط رؤية. لازم يكون ما بينهم خط رؤية. يعني الاتنين شايفين بعض بدرجة كبيرة جدا. ما ينفعش ان هم ما يكونوا كده. طب ازا تعذر ده. ما احنا ممكن ما ما نلاقيش ان احنا اصلا عندنا ان كل الاماكن متوفر ان انا اربط المحطتين ما بين ما بينهم ما بين بعض. بدون اي عوائق. سواء جبال او سواء ابراج زي ما احنا قلنا وخصوصا ان احنا دلوقتي عندنا ابراج. ما شاء الله بتعدي مساحات ارتفاعات عالية جدا. قالك في الحالة دي بنحط ايه? محطة تقوية محطة تقوية. تكون هي الوسيط ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. ولان هنا ما درتش اتغلب على عدم وجود خط الرؤية. طيب. بالنسبة لي هنا. يبقى انا هنا مسلا ممكن اقدر قبل ما انتقل على المميزات والعيوب نقدر نقول اللي احنا قلنا دلوقتي في فكرة عمل المايكرويف. فكرة عمل المايكرويف هي وبارة عن محطات محطة ارسال ومحطة استقبال مما بينهم خط رؤية. لازم يكون في خط الرؤية لا يوجد فيه اي عواقق مابين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. في حالة وجود عواقق. يبقى ازا هنحط محطة تقوية. يبقى دوت كده التلت طرق بتوعنا في عملية بس موجات المايكرويف. يبقى موجات المايكرويف بتاعتي لازم يبقى مابينهم خط رؤية ولازم يكون الص điều ولذلك دايما بنلاقي ان اطباق المايكرويف بتتحطي على اماكن مرتفعة جدا بحيث ان هي لا تتعارض مع اي عوائق تكون في نص ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال وذلك دايما كنا بنلاقي الاطباق يقولك حطها في ارتفاعات عالية لو انت بصيت على المبنى الازع والتلفزيون او مباني محطات الارسال عمتا تلاقي ان في اطباق كبيرة جدا محطوطة بارتفاعات عالية جدا عشان تبعد عن اي تشويش او اي عوارد تتبقى ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال ولكن برضو ابتدوا ان هم يعالجوا الموضوع دوت لان برضو لازم ان انت تتعرض ان ممكن يكون فيه جبال ممكن يكون فيه ابراج في الوسط ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال فابتدى يعالج الموضوع دوت بانه هو يحط محطات ايه تقوية محطات التقوية للتغلب على الظروف اللي زي كده طيب مميزات المايكرويف مميزات محطات المايكرويف اولا ان هي منخفضة التكلفة بدرجة كبيرة جدا لان زي ما قلنا في المثال اللي قلنا في اول حلقة ان حضرتك لو حبيت تربط شبكتين ببعض عن طريق الانفراستركشر الواير هنلاقي ان انت عندك تكلفة عالية جدا 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 ولكن الربط اللي هي سلكي بواسطة موجات المايكروويب اللي هي بتغطيلي مساحات كبيرة دوت بيخليني ان انا اقدر ان انا يبقى عندي تكلفة منخفضة وديك من اهم حاجات بتميز المايكروويب ان التكلفة عندي بتكون منخفضة طيب انا بالنسبة لدلوقتي التكلفة عندي منخفضة هل دي الميزة الوحيدة اللي موجودة لا طبعا عندي حاجة تاني ان انا بوفر الكواعد بتاعتي في اماكن زي الجبال والتلال واسطح المنازل زي ما قلنا ان احنا بندور دايما على الارتفاعات يعني بندور على الارتفاع اللي موجود عندي الارتفاعات اللي موجودة عندي ديت بقدر ان انا من خلالها ما بتبقاش مكلفة ما عنديش تكلفة بقى ان انا هجهز محطات وهجهز بوكسات وحاجات في الشوارع والكلام دا كلها دا المحطة بتتربت ما بينها وما بين المحطة التانية مباشرة ما فيش اي اختلاف خالص ما فيش اي اي مشاكل خالص اذا بيبقى عندي التكلفة عندي رخيصة جدا طيب ايه تاني سهولة تركيب النظام النظام بيتركب محطة ارسال ومحطة استقبال وكل الشغل داخل المحطتين ما فيش اي حاجة ده خارجة برا يعني ما فيش مثلا ان انا همدي كبلاد خارجية ما فيش ان انا هعمل بوكسات خارجية ما فيش ان انا هعمل محطات سنوية ما بين المحطة الرئيسية والمحطة التانية لا كله شغال في الهواء زي ما بقوله في الجو يعني ما عنديش اي تكلفة مادية موجودة تاني غير تكلفة المحطات طبعا تكلفة كلها كده مقارنة بالانظمة الاخرى الانظمة اللي احنا قلنا عليها الانظمة الايه الواير الانظمة السلكية زي ما احنا درسنا زمان كنا لازم نمد كابلات عشان ننقل الاشارات ما بين المحطة الارسال والمحطات الاستقبال فكان ده بيتكلف علينا جامد جدا 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 فطبعا دوت ما كانش مطلوب فدوت اللي خلانا لجأنا الى موجات المايكروويف بالاضافة طبعا اللي هو ان احنا بننقل مسافات بعيدة جدا جدا غير تعديل النطاق الترددي وتعديل النطاق الاتساعي اللي كان بيديني مساحات محدودة مدينة محافظة اه ماكسيموم يعني مثلا اه تلت محافظات مع بعض فكان دوت ما بيغطليش مساحات شاسعة غير المايكروويف لا انا ممكن اغطي المايكروويف اغطي الجمهورية كلها عن طريق المايكروويف ويبقى كست بتاعي تكلفة منخفضة جدا ودوت كده من المزايا بتاعة المايكروويف طبعا ساعت النطاق في المزايا المايكروويف زي ما قلناها من واحد جيجا هيرتز لتلتميت جيجا هيرتز طبعا دي من المزايا لان النطاق عريض جدا تقدر تحط فيه المحطات اللي انت عايزها وتحط فيه القنوات اللي انت عايزها وتحط فيه اي حاجة سواء بقى صوت صورة يعني استخدامات كتير مش مجرد ان انا بستخدمها في الازاعة والتلفزيون فقط لا انا ممكن استخدمها كمان زي ما قلنا في جهزة التصوير والمراجم دوت بالنسبة للمميزات طبعا هنيجي بقى مزايا الانظمة صغر الدوائر برضو ان برضو الدوائر بتاعتي اه صغيرة جدا عن الدوائر اللي كانت مستخدمة في الانظمة القديمة طب صغر الدوائر ده وتخلاني ان انا بقيت اعمل دوائر متكاملة في مساحات صغيرة جدا فده برضو هيقلل للتكلفة وهيقلل لعدد الدوائر اللي انا بستخدمها في حالة المايكرو ويف طيب دي لها بالنسبة للمزايا اللي احنا قلناها طيب لو احنا جينا نسترجع المزايا دي كده مع بعض واحدة واحدة هنقول ان اول حاجة ان التكلفة منخفضة جدا ان الربط سهل جدا ما بين محطة الارسال والاستقبال لان ما عنديش اي اي بنية تحتية ما بين المحطة وما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال صغر حجم المكونات الخاصة بمحطات المايكرو ويف دوت بيدينا ميزة نسبية جدا تكلفة بناء الشبكات بتاعة المايكرو ويف رخيصة جدا لانها بتبنى اما على التلال اما فوق مباني مرتفع جدا فكل ده دي المميزات اللي نقدر نقول عليها من المايكرو ويف طيب تعالوا نقول ايه بقى عيوب انظمة المايكرو ويف احنا قلنا المميزات فاكيد برضو في حاجات مشكلات قبلتنا دي بنقول عليها عيوب المايكرو ويف تعالوا نبص مع بعض كده نشوف ايه اول عيب من عيوب المايكرو ويف طبعا اول عيب اللي احنا قلناه في الكلام بتاعنا الحاجة لوجود خط رؤية بين المرسل والمستعمل يمكن دي اصعب حاجة ودي المشكلة الكبيرة جدا في انظمة المايكرو ويف الحاجة الى وجود ايه خط رؤية طب ما خط الرؤية دوت انا ممكن ما يتوفر ليش في كل الاوقات انا انا ما فيه زي ما قلنا فيه جبال فيه ابراج فيه الكلام ده ولذلك بنحتاج الى ايه مواقع خاصة ومحددة لمحطات التقوية اللي احنا قلنا في حالة عدم توفر خط رؤية ما بين المرسل والمستقبل يبقى انا لازم اعمل ايه محطة تقوية طيب بتحتاج برضو حاجة برضو تعتبر ايه بان هي بتحتاج طاقة كهربية عالية جدا لازم لتشغيل المحطة تحتاج طاقة كهربية عالية جدا فده ودي يعتبر تكلفة عالية تتأثر بالتكلب الاحوال الجوية واي حاجة طبعا زي ما احنا عارفين الحاجات اللاسلكية عامة اي عوامل جوية بتتأثر بها فهي بما ان هي من الاتصالات اللاسلكية فهي بتتأثر برضو بالعوامل الجوية يبقى العيوب الخاصة بانظمة المايكرويف اول حاجة ان احنا قلنا ايه ان هي الحاجة لوجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل الحاجة لوجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل ماشي قلنا الحاجة لوجود خط رؤية بين المرسل والمستقبل الاحتياج الى طاقة كهربية عالية جدا لتغذية محطات التي تستخدم الموجات الميكرويف تالت تالت حاجة قلناها ان هي تستخدم الطاقة كهربية مكلفة جدا التأثر بالعوامل الجوية التأثر بتقلب الظروف الجوية التأثر بتقلب الظروف الجوية طيب كده احنا عرفنا المميزات وعرفنا العيوب وعرفنا فكرة عمل تعالى بقى نشوف المكونات مكونات الجهاز الجهاز دوت اللي هو جهاز ارسال مايكرويف تماثلي الجهاز عبارة عن ايه عبارة عن معدل وعبارة عن مكبر تردد الوسيط والمازج ومرشح امرار نطاقي ومرشح امرار نطاقي ومزابزل محل طب تعالوا نتكلم كده من اول اشارة النطاق الاساسي دي بتعمل ايه النطاق الاساسي بتخش على المعدل اللي بيكون بعمل اشارة ترددها سبعين ميجا هيرتز السبعين ميجا هيرتز بيخش على مكبر التردد الوسيط والمحدد بيبتدي يعمل لهم عملية التجبير بتاعتنا عملية التجبير بتاعتنا بتخش على المازج والمازج دوت احنا طبعا فاكرينه من ايام التعديل للتردد والتعديل للتساع ان هو هيخلط التردد الوسيط مع تردد المزابزل المحلي طيب انا هنا هعمل عملية ارسال اذا انا محتاج تردد عالي فانا هنا باخد خارج المازج اللي هو مجموع مكبر التردد الوسيط مع مجموع المزابزل المحلي بعد كده بيخشيلي على مرشح امرار نطاقي اللي بيبتدي مرار للتردد اللي انا عايزه من خارج المازج لان احنا عارفين ان المازج بيطلع لي خمس اشارات الاشارة اللي انا بحتاجها هي اشارة دم تردد الوسيط مع تردد المزابزل المحلي وليس الفرق مرشح الامرار بيبتدي يطلع لي الاشارة دي طب مكبر المايكرويف يبتدي يتكبر الاشارة اللي طلعت لي بالجيجا هيرت ازاي ما احنا قولنا قبل كده تبتدي تطلع لي على مرشح الامرار النطاقي وهذا ما احنا قوله التردد المطلوب لفين بقى لهواء الارسال هواء الارسال دوت يبتدي يوديلي الموجة بتاعتي للبس الخارجي طيب البس الخارجي دوت بتاعي هيبتدي يشتغل معايا ازاي يبقى انا تلوقتي دخلت الاشارة على المعدل المعدل يبتدي يديني التردد بتاعي اللي هو التردد العادي بتاع الاشارة بتاعت اللي هو بسبعين ميجا هيرترز بعد كده خد دخل على مكبر التردد الوسيط والمحدد وبتدى يعمل له عملية التجبير عشان يدخل لي على المازج المازج مع المزبزب المحلي اللي انا شايفينه دوت بيولد لي تردد اعلى من تردد مكبر من التردد الوسيط وبعدي كده بابتدي مرشح الامرار دوت ياخد لي البلاس الزائت ما بين مكبر التردد الوسيط والمزبزب المحلي يديني اشارة المايكروويف. ابتدي اكبر اشارة المايكروويف للمستوى المطلوب وبعد كده المرشح النطاق ده يكون بامرار اشارة المايكروويف لايه? لهوائي الارسال. لهوائي الارسال. دوت ممكن يجي لي السؤال يقول لي ايه? مستعين انا بالمخاطس ان تجد اشرح ايه? جهاز ارسال مايكروويف تماثلي. يبقى انا لازم هنا ابقى عارف كل الخطوات بتاعتي. عارف ان في عندي اشارة النطاق بتخش على المعدل. المعدل يبتدي يولد لي الاشارة بسبعين ميجا هيرترس. تخش على مكبر التردد الوسيط. يبتدي يعمل لها عملية التكبير. تخش على المازج مع مزبزي بالمحل. مزبزي بالمحل بيولد لي اشارة اعلى من اشارة التردد الوسيط. هنا باخد ايه? مجموعة الاشارتين. عشان اخد اشارة اه ترددها عالي. مرشح امرار نطاق. بعد كده بتخش على المكبر المايكروويف. ومن المايكروويف مرشح الامرار اللي بدوره بيوديها على هوائي الارسال. طيب لو احنا جينا بصنا هنا هنقول ايه بقى المعدل يكون بتعديل اشارة النطاق الاساسي. اي تحميل الاشارة المراد ارسالها على تردد حامل التردد السبعين ميجا هيرترس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. دوت التردد الاساسي. مكبر التردد الوسيط هيعمل على زالة التغيرات اللي تواقعت على اتساع الاشارة. وهي دخل دخلها عليه يتم تعديلها. يعمل على تكبير الاشارة. المستوى المطلوب لمدخل الايه? المازج. المازج يكون بمزج اشارة المزبز بالمحلة. مع الاشارة الخارجة من مكبر التردد الوسيط للحصول على اشارة المايكرويف. مرشح الامرار يسمح بمرور النطاق التردد المطلوب. انا عايز اطلع عايز اطلع واحد جيجا عايز اطلع تلاتة جيجا هيرترس. حسب النوع البس اللي انا عايز اعمله. مكبر المايكرويف بيكبر الاشارة عشان تبتدي يتعامل معها هواء الايه? الارسار لنشرها في الفرواه. دوت كده بالنسبة للجزء الخاص بالارسال. طيب الجزء الخاص بالارسال زي ما احنا قلنا? عبارة عن بياخد تردد وسيط. ويبتدي. يتعامل معها يحوله من المكبر. ثم يدخل على مرحلة المازج. ثم يدخل على مرحلة المحدد. ثم يدخل على محرارة مكبر المايكرويف. ثم يدخل على عملية الارسال. طب عملية الارسال كده بالنسبة لنا خلصة. طب ايه اللي بيستقبلها بقى النحاء التانية? هنفجأ ان انت عندك جهاز الاستقبال بقى. جهاز الاستقبال بيعكس الدايرة. او بنيعكس الدور اللي احنا عملناه. هناك كنا بنقول ايه? ان احنا بندخل التردد الوسيط. لا. هنا اصلا هنجيلنا تردد المايكرويف اللي هي الموجة الايه? العالية جدا. هتخش على مرشح امرار نطاقي. يبتدي يعمل لي يطلع لي التردد المطلوب اللي انا عايزه. بيعدد لي التردد المحطة اللي انا عايزها. بتدخل على المازج بتاعي. بيبتدي يخلط بقى ما بينه ما بين المزبزب. طب هنا بقى انا عايز في الاستقبال اخد اشارة مايكرويف ولا طلحها للاشارة العادية السبعين ميجا هيرتز. لا انا عايز ارجحها للاشارة السبعين ميجا هيرتز بتاعتي مرة تانية. يبقى ازا هنا بكان ما هاخد مجموع الترددين هاخد الفرق ما بين الترددين. قلقيني برجع الاشارة بتاعتي للسبعين ميجا هيرتز مرة تانية. تخش على المرشح الامرار النطاقي عشان يعمل لها عملية فلترة ويطلع منها اي اه اي اه اي تشويش. بعد كده تخش على مكبر التردد الوسيط يبتدي يكبر الاشارة للمستوى المطلوب. وبعد كده تخشيلي على المسوي الخاص بيه وهو ازالة الايه? التشويه الحاصل في الاشارة نتيجة العامل الجوية اللي احنا اشتغلنا عليها. الكاشف بقى بيعمل على ايه? على كشف اشارة التردد الوسيط. اللي هي الاشارة اللي احنا بعد كده هنبتدي توصل بقى للايه? للمستخدم العادي بتاعي. يبقى كده ده الشكل العام لشكل محطة ارسال ومحطة استقبال بواسطة المايكرو ويف. هم هم دور الشغل كله على المحطتين. ما عنديش اي عوامل اتصال ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال بالاسلاك. كله عن طريق موجات المايكرو ويف. طيب. لو اقنا باجي نشوفنا كده الكلام اللي انا قلته ان راجعوا تاني مع بعضين هنلاقي ان ايه? هوا الاستقبال يعمل على تجمع موجات المايكرو ويف وتمريرها الى دليل الموجة. اللي هو مرشح الامرار للنطاق. يكون بتمرير نطاق الترددات المطلوب امراره وتقليل نسبة التشويه. المازج زي ما قلنا هيمزج اشارة المزبز بالمحل مع الاشارة الخارجة للحصول على اشارة التردد الايه? الوسيط. وقلنا هنا بناخد الايه? الفرق ما بين الترددين وليس مجموعة الترددين لان انا عايز ارجع للتردد الوسيط تاني اللي هو السبعين ميجا هيرتز. مكبر التردد الوسيط بيكبر اشارة التردد الوسيط اللي انا حصلت عليها. ويعمل على ازارة التغيرات الحاصلة زي ما احنا قلنا اي تشويه اي اي حاجة مرت مع الاشارة طبعا من العوامل الجوية بتأثر عليها. المسوي يعمل ازارة التشويه الحاصلة على اشارة التردد الوسيط نتيجة مراره في المرشحات ودوائر المراحل السابق. الكاشف بيعمل كشف للتردد الوسيط وتحويله لاشارة النطاق الاساسي التي تم ارسالها من محطة الارسال. طيب. هنا بقى لو احنا جينا اقولنا ايه مخطط صندوق اللي محطة ارسال واستقبال مايكروويف رقمية. هندمج اللي احنا قلناه بالتفصيل هناك. وهنشوف هنا بيشتغل ازاي. لو بصنا هنا انا بدخل هنا ايه? هدخل فيديو. هدخل صوت. هدخل البيانات داتا. ايا كان اللي انا ادخله. بابتدى اعمل له عملية التشفير. يدخل على المعدل الرقمي. يحولولي للتردد اللي انا عايزه. يدخل على المازج والمزبز بالمحل عشان يديني التعديل التردد التعديل اللي حصل ما بينهم عشان اقدر اخد الاشارة اللي هي هتكون بقى الاشارة السبعين مع الموجة الحملة اللي هتحملها معايا. وتبتدي تنتقل من هواء الارسال في الفضاء بتاعنا الى هواء الايه? الاستقبال. هواء الاستقبال يدخل على ايه? على المكبر. يبتدي يكبر الاشارة بتاعته. طيب يدخل على ايه? على المازج. المازج معه مزبزب محلي. بي دايما المزبزب محلي بيعمل لي ايه? تردد اعلى من تردد الوسيط. يعني بيولد لي تردد اعلى من التردد الوسيط. طيب المازج بيعمل ما بين التردد المزبزب المحلي وتردد هواء الاستقبال. طيب. اللي اتنين اللي اتنين مع بعض حصل ما بينهم مزج. طيب. واحنا قلنا في محطة الاستقبال. بناخد الفرق ولا المجموع? قلنا بناخد الفرق. يبقى انا هياخد الفرق بتاعي. يدخل على مكبر التردد الوسيط. يبتدي يعمل له عملية التكبير المطروبة. ثم يدخل على كشف رقمي. يبتدي يطلع للمحطة اللي انا عايزها. بعد كده يعمل عملية فك التشفير يطلع لي بقى سواء فيديو سواء صوت او البيانات بتاعتي. طيب. احنا اتكلمنا عن محطة الارسال والاستقبال. المكونات بتاعة المحطة. يعمل على تحول اشارة مخرج الدائرة التشفير. الا اشارة ايه? راديوية معدلة قلنا بتردد كام? سبعين ميجا هيرترز. دوت بنسميه التردد الوسيط. بعد كده بتدخل على دائرة الايه? المازج. طبعا انت اهو قدامكم الكلام اللي عايز يكتب معانا يكتب ويسجل الخطوات عشان ما ينساش. عشان بعد كده الخطوات دي انت بترسم الرسمة اللي احنا حطناها في الاول خالص وتبتدي بعد كده تبتدي تشرحها جزء جزء. يعني المازج ده هيدخل عليه ايه? وبعد كده بعد ما بيدخل منه هيخرج ازاي? يبقى انت بتجي تقول لي جزء جزء تعملها. يبقى انا ما اجا اقول تدخل للحصول ويتم تكبيرها. الحصول وتردد ومن ثم يتم تكبيرها وارسلها الى هواء الايه? المايكرويف. طيب محطة الاستقبال يتم استقبال الاشارة عن طريق هواء الاستقبال. طيب بعد ما بيتم الهواء الاستقبال قولنا بتخش على طول على اخر مرحلة كانت عندي في محطة الارسال هنا بتتعكس. تخش الى على مرحلة برضو المازج تبقى اول مرحلة. يبتدي ياخد الموجة المايكرويف اللي جات لديت على مرحلة المازج ويبتدي يعمل لي ايه? عايز احصل على التردد الايه? الوسيط. ان انا افصل بقى الموجة الحاملة عن الموجة المحمولة بتاعتي. ثم بعد ازاك تدخل الاشارة دارت تكاشف الكاشف. الكاشف اللي هو يبتدي يعمل هالي. طيب. احنا دلوقتي اتكلمنا عن محطة الارسال ومحطة الاستقبال. وعايزين نقول ان محطة الاستقبال ومحطة الارسال اين نقاط الواجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال المايكرويف. اول حاجة قلنا طبيعة الموقع الجغرافي للمحطة. طيب طبيعة الموقع الجغرافي للمحطة دوت. هل هو بيعتمد ليه مهم جدا? لان احنا قلنا ان من اهم الشروط الموجودة في اجهزة المايكرويف هو ايه? وجود خط رؤية. ما بين جهاز محطة الارسال ومحطة الاستقبالي. يبقى انا ما اختار موقع جغرافي لمحطة الارسال لازم يكون موقع متميز بعيد عن الجبال. بعيد عن اي عوائق تقدر تقفل ما تحجيب لي خط الرؤية دوت. عشان ما اضطرش ان انا الجأ احتاج لايه? احتاج لمحطات تقوير. يبقى اهم حاجة عندي الموقع الجغرافي. طب قدرة جهاز الارسال. قدرة جهاز الارسال ديت. ابتدي اعرف انا هبس مكان قد ايه? هل انا هبس لمحافظة الكاهرة بس? يبقى اكيد مش هستخدم التلتمية جيجا هيرترس كلهم. طب انا هبس لمحافظة الكاهرة واسكندرية اهيب هعلي قدرة الارسال بتاعتي بها. كل ما المسافة اللي انا عايز ابس فيها بتزيد معي. كل ما انا اقدر ان انا اخلي قدرة جهاز الارسال بتاعي دي ايه? اعلى. اعلى في في القدرة بتاعه. طيب. ارتفاع محطة الارسال والاستقبال. طب ارتفاع محطة الارسال والاستقبال زي ما قلنا ان احنا دايما لازم خط الرؤية ده اهم شرط من شروط موجات خط الرؤية. لازم حط كده كده في دماغ على طول شرط اساسي في اه موجات او محطات الارسال بالمايكرو ان يكون في خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. يبقى انا بالنسبة لي ارتفاع المحطة ده مهم? اه مهم. لان انا كل ما برتفع عن سطح الارض وكل ما برتفع فانا بقى بعيد عن كل المعاقات اللي تقدر تقف قدامي سواء بقى زي ما احنا قلنا ابراج. سواء زي ما احنا قلنا جبال. يعني اما انا اجي مسلا وحط محطة الارسال بتاعت دي فوق جبل. ازان انا عديت خطوط يعني عديت عواقق كتير جدا 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 وبيعندي خط رؤية واضح ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. ودوت لو انتم هتلاحظوا هتلاقي ان في محطة ارسال موجودة في المؤطم. ليه اختاروا المؤطم بالذات? لان الجبل المؤطم بيعتبر من الاماكن الاعلى ارتفاعا داخل نطاق القاهرة الكبرى. يبقى ازا انا ماجه اعمل محطة ارسال ومحطة استقبال ما بين مبنى الازاع والتلفزيون وما بين المؤطم يبقى انا كده تغلبت على جميع العوائق اللي هي ممكن تقابلني في السكن. لان انا تحطيت على نقطة اعلى من اي نقطة. ولذلك اه لو احنا بصينا او حد منك راح هيبص من فوق جبل مطم انت بتشوف القاهرة كلها. يبقى ازا انت قادرت تعمل خط رؤية بسبب ان انت اخترت ايه? موقع جغرافي للمحطة. كويس جدا. الارتفاع ممتاز. فايزا دي مهمة جدا جدا. اي حد بيصمم محطات المايكرويف لازم يكون عنده حتة خط الرؤية. خط الرؤية يتحقق ازاي? ان انا اختار موقع جغرافي. ما فيوش اي عوائق طب ما طب ما لقيتش. اختار موقع جغرافي. ارتفاع ويغطي كل العوائق دي. واحنا قلنا مثال بجبل المؤطم. لو انت روحت هناك هتلاقي فعلا في محطة بس موجودة بجبل المؤطم. لانها لو هي بتبس مايكرويف هتبقى عدد كل العوائق اللي موجودة داخل القاهرة الكبرى. فدي مهم جدا. طيب عدد القناة المتاحة لنقل البيانات لازم برضه بقى محدد وانا بنشئ المحطة انا هنقل كم قناة. عندي كم قناة هشتغل عليها. لان دوت بيتوقف على تأسيس المحطة. ما انفعش ان انت تيجي تقولي ان بعد بنشئ محطة هتبس لي خمستاشر قناة انا عايز عشرين قناة. لا. انت من الاول بتقول عدد القنوات اللي انها بسها من المحطة الارسال بتاعت دي قد ايه. عشان هقدر انشأ لان زي ما احنا اتفقنا ان كل بتاعة المحطة داخل المحطة. انا ما عنديش كابلات ما عنديش الكلام ده كله. فلازم اشوف هنشي هبس تلاتين محطة يبقى هشوف الاستخدامات بتاعتي قبل ما اشتغل في انشاء المحطة بتاعتي. مستوى التشويه بانواعه على الاشارة المستقبلة. انت دلوقتي الموجات دي موجات كهر ومغناطسية. بتتأثر بالمطر وبتأثر بالبرد بتأثر لو في جنبها ابراج اخرى. فكل دوت لازم وانت بتشتغل لازم تعرف مستوى التشويه اللي هيجي لك في الاماكن دي عشان اقدر اعالجه والاشارة ما توصل للمحطة الاستقبال بتاعتي تكون واصلة جيدة وتقدر ان هي تكون سليمة مئة في المئة او سليمة باكبر درجة ممكنة. فلازم دايما اشوف ما عامل التشويه بالاشارة. المسافة ما بين نقطة الارسال والاستقبال. لازم ان انا اشوف المسافة ما بين هنا وما بين هنا قد ايه. عشان اعرف اعمل قوة البس بتاعتي هتكون قد ايه. ما ينفعش ان انا اعمل مسافة زي ما قلنا ان انا هغطي خمس محافظات واعمل قوة بس ضعيفة. هتيجي مثلا عند اسماعليا وتقف. ما تقدرش تكمل ما بعد كده. لا انا دايما بشوف البس بتاعي هيبقى خلال مدى قد ايه. وابتدأ احدد قوة اشارة البس. عشان توصل لاخر نقطة في البس بنفس القوة اللي هي عند اول نقطة. لازم كده. ما ينفعش ان انا اقول ان انا هعمل اشارة تغطي لي خمس اماكن. ولا ان في النقطة الاخيرة قوة الاشارة بتدت ما بيش في اشارة. او الاشارة بتدت تضع. يبقى ايزا كده ده عيب ما ينفعش. لا ده حتى لو مسلا المسافة دي بعيدة جدا برجع لي ايه زي ما احنا اقولنا. ما ممكن تقول لي طب ما المسافة ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال. لا ما 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 ينفعش يجيبهم بعض. يعني حتى عملت اقصى مد. لا ما حضرتك لو انت اخدت بالك احنا اقولنا ان في محطات ايه? تقوية. محطات التقوية دي هي المحطات الوسيطة. بمعنى ان انا ما باجي اشتغل واقونش محطات المايكرويف. حطيت محطة الارسال بتاعتي. حطيت محطة الاستقبال. باجي عند النقطة الاولانية محافظة القاهرة مثلا متغطية مية مية. محافظة اسماعيلية متغطية مية مية. المحافظة اللي بعدها? لا الاشارة بتادي تضعف. ما استنهاش بقى لما الاشارة توصل سيئة جدا هناك. ما الناس هيشتكوا وليه اللي الدنيا بايزة? لا. ابتدي اشتغل عليها. احط له محطة ايه? تقوية. يبقى هنا في الحالة دي بلجأ الى محطات التقوية. فدي برضو لازم نبقى حطينها في اعتباراتنا. ان المسافة ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال لازم ابقى محددها كويس جدا. ولو المسافة بعيدة في بعد مسافة بين الاستقبال ما بين الارسال والاستقبال هتأثر على الاشارة المرسلة. هالجأ الى محطات التقوية. تمام كده مفهوم كده? دوت نقط مهمة جدا جدا في انشاء الشبكات اللاسلكية بصفة عامة. وفي انشاء شبكات التي تعمل بالمايكرويف بصفة خاصة. طيب. طيب احنا بالنسبة لنا مسلا هنقول مسلا اين? احنا جينا نسكة الكلام اللي احنا قلنا دوت على شكل اسئلة. يعني انا دلوقتي هبتدأ اقول لك ايه هي فيما تستخدم مسلا انظمة المايكرويف في الصناعة. لو انا جيت قلت انظمة المايكرويف في الصناعة وفي المنازل. قلنا اول حاجة عندنا هي استخدامات المايكرويف في الايه? في في المنازل. وبتستخدم في المصانع لتكفيف الاطعمة. يعني برضو من استخدامات المايكرويف استخدامه في المصانع لتكفيف الاطعمة. طيب استخداماته في علاج الاورام زي ما احنا قلنا. استخداماته فيه. التصوير والمراجبة. لابقى انا عندي كذا استخدام لازم اععرف ده بيستخدم هنا لايه? وده بيستخدم هنا ليه? وده بيستخدم هنا لايه? قلنا في العطعمة لان هو بيبتدأ تفاعل مع الجزئيات الكهرومغناطسية مع التحريك بيحرك الجزئيات يولل الطاقة وحرارة. بقى ازا عرفت ليه بيستخدم في الاطعمة? طب بيستخدم في الاورام لانه هو ما اشعة معينا بتتعامل مع الجزئية ديت. بيستخدم في التكفيف. برضو نفس الفكرة بتاعة المايكروويب اللي هو بتاع المنازل. طيب استخدم في التصوير. قلناها لان احنا ممكن نتعرض ان انا عندي اماكن عايز اعمل فيها تصوير او مراقبة مسافات بعيدة. في حالة ان انا مد اسلاك بالطريقة الانتقل دية هتكون مكلفة جدا. طب انا لا. انا ساعتها استرجع لاستخدام الاشارات اللاسلكية ومنها اشارات الايه? المايكرو ويف. وبعد كده اتكلمنا. طب لو جينا قلنا النطاق التردودي الخاص بالمايكرو ويف من سبعين ميجا هرتز لواحد جيجا هرتز. هل ده صحيح? طبعا لا. ليه? ان احنا قلنا النطاق التردودي للمرجوية المايكرو ويف بيبدأ من اين? بيبدأ من واحد جيجا هرتز. بيبدأ من واحد جيجا هرتز. واحد جيجا. طب لغاية كم? لغاية عشرين زي ما احنا قلنا? لا. ده لغاية تلتمية يا مستر. لغاية تلتمية ميجا هرتز. يبقى دايما تحفظها كده. اما يجي لك يقولك النطاق التردودي لموجات المايكرو ويف يبدأ من كزا الى كزا. يبقى لازم انا بعارف يبدأ من واحد جيجا هرتز الى تلتمية جيجا هرتز. طيب ده النطاق التردودي. طيب. قال لك ان من اهم الشروط الرئيسية في ارسال موجات المايكرو ويف ايه? اهم شرط احنا تكلمنا عليه النهاردة في الحلقة هو ايه? وجود ايه? ها? عايز اسمع. وجود خط رؤية. ده شرط اساسي في عمل موجات في عمل محطات المايكرو ويف. وجود خط رؤية ما بين ايه وايه? ما بين محطة الارسال وما بين محطة الاستقبال. خط الرؤية ده اساسي. ولكن ازا لم يتوافر خط رؤية ما بين المحطتين نعمل ايه? زي ما شوفنا في الرسمة اللي قبل كده نحط ايه? محطة تقوية. انا اجيب لكم الرسمة. بنحط ايه? محطة تقوية ايه زي ما زارت قدامنا على الشاشة? بحط محطة تقوية اهي تحت ايه? يبقى ازا شبكات المايكرو ويف لا تقتصر على اني لازم يكون في خط رؤية. وطبعا لو في خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال ده هيكون متميز جدا لانه هيوفر لي ايه? تكلفة محطة التقوية. مش مش هعمل محطة تقوية. ودي بفلوس. يبقى ازا هيوفر لي ده. لكن في حالة عدم توفر خط الرؤية دوت? لا ده ماردو ممكن ان انا اشتغل عادي خالص عن طريق محطة التقوية. دوت اللي هو ايه? اهم حاجة عندي في خط في ما بين الارسال والاستقبال. طيب لو جي قال لي اسكر مزايا اسكر مزايا انظمة موجات المايكرو ويف. قلنا اول ميزة ان التكلفة بتاعتي منخفضة جدا. تكلفة منخفضة جدا. وقلنا ان التكلفة منخفضة جدا ليه? لان حضرتك ما عندناش بنية تحتية بتمر بالشوارع وبتمر بالاماكن. لا. انت عندك المحطة الارسال ومحطة الاستقبال زي ما احنا قلنا قبل كده. فبيبتدي يديني تكلفة منخفضة جدا 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 مقارنة بالشبكات اللي بيبقى فيها بنية تحتية بقى وكابلات وقصة دي يعني. طيب. المزايا التانية ان انا زي ما قلت لك ان انا ممكن اشوف اعلى مكان في المكان اللي انا عايز اعمل فيه محطة المايكرو ويف. وابتدى اشتغل عليه. زي ايه? زي الجبال. زي التلال. زي اسطح المنازل. كل الحاجات دي يمكن تثبيت الابراج الارسال والاستقبال عليها. عشان اقدر ان انا تعامل بالموجات المايكرو ويف. طيب. الحاجات دي كلها تقدر ان هي تعمل سهولة تركيب النظام. النظام عندي مش معقد في المايكرو ويف. زي الحاجات ما يبقى فيه فحت وردم واسلاك هتركبك. لا. النظام عبارة عن كله سيستم بيركب داخل محطة الارسال وسيستم بيركب داخل محطة الاستقبال. يبقى ازا عندي سهولة التركيب. التكلفة قليلة. التكلفة قليلة جدا. انت ما تيجي تقول مسلا انا عايز اربط مسلا انا عايزة بس. محطة بس اربطها مسلا ما بين الكاهرة مسلا ما اقول اقرب محطة اقرب محافظة لنا اسماعيلية. هتلاقي تكلفة كبيرة جدا جدا عشان انا استخدمها كتكلفة اتصالات سلكية زي ما كنا بنستخدم في الاول. لكن بالتكلفة الاتصالات اللي هي سلكية. لا التكلفة منخفضة جدا 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 جدا. تاني حاجة. احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 فيه الاتصالات السلكية. ان انت لو حصل قطع في الكابل انت الاشارة اتقطعت. والاشارة حصل فيها مشكلة. والبس وقف. لكن في الاتصالات الموجات المايكرووييف. لا ده انا عندي بدايل جوا المحطة. يعني انا مسلا لو عندي او الجهاز ده حصل فيه مشكلة والبس بتاعة حصل فيه مشكلة. مباشرة على المحطة التانية. بقى العلبس التاني المستخدم او المشاهد اللي موجود لا يشعر با اي شيء فديت من المهازات القوية جدا 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 ما بين الاتصالات اللاسلكية والاتصالات السلكية ولذلك حتى احنا احنا دلوقتي في الاتصالات السلكية بطريقا انا نلقى لايه؟ للأبتكال فيبر لان الاوبتكال فيبر يعتبر حاجة زي التصالات اللاسلكية بس مش لاسلكية بس ما بيدينيش تكلفة الكابلات اللي تتقطع الكابلات اللي تتسرق الحاجات اللي احنا بنبتدي نتعرض لها احنا في مجال الاتصالات وان وفاجأ ان احنا مش قادرين نشتغل وان المحطة بتاعتي مش قادر اطلع بها دلوقتي لان فيه كابلة حصل فيه مشكلة فاذا هي بتعمل لي بدايل كتيرة جدا تحافظ لي على والاستقرار بتاع البس بتاعي فدي من الحاجات المميزات المهمة جدا طب ما زادتا نقولنا ان هي بتاديت صغر حجم المكونات بتاعت محطات المايكرويف ابتدى يخليني اعمل محطات متكاملة واعمل دوائر متكاملة صغيرة صغيرة الحجم جدا جدا غير زمان زمان كنت بتلاقي الاجهزة ضخمة جدا وتلاقي عايز مساحة كبيرة جدا عشان تقدر تحط فيها كل الاجهزة دي فدي من المميزات لكن طبعا طول ما فيه تطور طول ما هنلاقي ان فيه عيوب عشان ننقل على اللي بعد كده فجينا بعد ما اشتغلنا طبعا والمايكرويف وقلنا ان دي طفرة رهيبة ما بين الاتصالات السلكية والاتصالات اللاسلكية ابتدنا بقى بعد ما اشتغلنا وعملنا ابتدى يظهر لنا عوائق من العوائق بتاعتها زي ما احنا قلنا ايه النشرط اساسي لها ايه وجود خط الرؤية طب ما انت عندك اماكن فيها مساحات شاسعة ارتفاعات رهيبة عندك ابراج دلوقتي بيقولك 125 دور و70 دور عندك حاجات ممكن تكون في اماكن هي محكومة يعني فيها عوائق ما بينها وما بين بعض طب ما هدي عيوب يبقى ازا كده من العيوب بتاعت المايكرويف ايه يجب توافر خط رؤية ما بين محطة الارسال ومحطة الاستقبال طيب ما هدي احدى العيوب طيب عيوب التانية طبعا احنا قلنا ان كل الاجهزة بتاعتنا موجودة فين داخل المحطة سواء الارسال او الاستقبال فايزا بتحستهلك طاقة كهربية عالية جدا 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 فدي تعتبر طبعا تكلفة عالية خصوصا في الليمون بتوعنا دول وزيادة الكهرباء فاكيد هتكون تكلفة كمان اعلى من الاول فطبعا دي بتتحط في الحسابات لان اي حد بيبني مشروع اتصالات او بيبني مشروع لازم يعرف ايه مميزات الشيء اللي هيعمله ايه عيوبه لان انا ممكن تكون الكهرباء دي لو تكلفتها بتاديت تزيد عن حد معين تلغيلي ميزة المايكرويف اضطر ان انا ايه ما اشتغلش مايكرويف ولذلك بحط في حساباتي ان انا عندي تكلفة عالية في استخدام لان هي بتستهلك طاقة كهربية عالية جدا طب هل في عيوب اخرى اه بما ان هي اشارة لاسلكية فهي بتتأثر بالايه بالعوامل الجوية اللي موجودة في الجو اي عوامل جوية بتتأثر بيها يبتدي لو في امطار هتتأثر في رياح هتتأثر فالتأثر بالعوامل الجوية ولكن دوت المميزات والعيوب بتقص حسب الاستخدام انا لازم اعرف مميزات واعرف عيوب حسب استخدامي بقى بحدد انا استخدم المايكرويف او استخدم حاجات احدث ولكن طبعا طول ما فيه تقدم وفيه تكنولوجيا هنلاقي ان احنا زي ما ان شاء الله بني هنتكلم بعد كده في العواب الجاية ان لأ لما لقينا فيه عيوب في المايكرويف يبتدينا نلجأ لحلول اخرى فدي برضو لازم طبعا انت عارف ان العيوب هي اللي بتوجد لنا ان احنا نفكر ايه الحلول الجديدة ايه اللي اقدر ان انا اشتغل عليه جديد لكن انت لو انا المايكرويف وصلت ليها وكنت مش محتاج اي حاجة منها مش محتاج اي تكنولوجيا جديدة او ما فيهاش عيوب كنت خلاص افضل شغال بالمايكرويف لكن العيوب اللي بتزهارلي واللي بتكون موجودة هي اللي بتخليني ان انا ابتدي اشتغل على حاجة جديدة تقدر ان هي تلغيلي العيوب دي طيب المحطة نفسها هي عبارة عن مجسم او مخطط تقريبا هو هو اللي احنا كنا بنشتغل عليه في التعديل التردودي والتعديل الاتساعي يعني واحد ممكن نقول يا مستر انا حس ان الشكل هو هو نفس الشكل اه هو هو نفس الشكل الاختلاف زي ما قلنا في ايه في الترددات الترددات المتوسطة والترددات الاف ام كانت ضعيفة ما كانش بتوصل للاماكن عالية جدا كنا بنقدر نجي نقول ايه يا دوبك اغطي القاهرة لا انا في المايكرويف ابتدى يفتح لمجال تردد عريض فدوت يبتدى يعمل لكن الشكل العام اه هو زي 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 بعضه ان هو بيدخل لي مسلا اشارة التردد على المعدل والمعدل يدخل لي على المكبر التردد وبعد كده احنا هنا بنسميه التردد الوسيط هناك كنا بنسميه التردد العالي وبعد كده يتحول لتردد متوسط لكن الفكرة بتبقى واحدة يعني لو احنا ابتدينا نربط كلامنا نبعض ما بين الباب الاول ولما crafted ساعي التردد وما بين الباب التاني اللي احنا بنتكلم به النهاردة عن تعديل الموجات المايكرويف انچ فكرة محطة الاستقبال فكرة واحدة ولكن ابتدى يديني نطاق عريض ابتدى يديني مساحات اكبر ابتدى يديني شغلة اعلى ابتدى يديني قواليتي اعلى. كله دوت يعمل. لكن المخطط نفسه لا المخطط نفسه لو بصنا له على انه هو ايه? زي ما احنا قولنا قبل كده. تقريبا هو هو مخطط التعديل اللي تساعي والتعديل الترددي مازج ومزبزب محلي. يمكن بس المساميات اللي اتغيرت يعني وانا جينا نقارب ما بينه وما بين اللي فات كنا بنقول ايه? التردد الوسيط ده كنا بنقول عليه التردد العالي. والمازج كان بيخلط المتردد العالي مع المزبزب المحلي عشان يديني حاجة اسمها تردد متواصل. فكله دوت ابتدى يبقى هو نفس الفكر لكن ابتدى بالطريقة بتاعتها. فانت البلوكات عندك سابتة. ولكن لازم تبقى عارف ان التردد الوسيط دوت عبارة عن سبعين مش هيبقى زي زمان. والمازج هيبتدي ياخد التردد الوسيط يعملوا مع تردد المزبزب المحلي يدخلوا على المازج يخلط الاتنين في محطة الارسال باخد الايه? الفارق ولا المجموع? لا مش الفرق باخد المجموع. باخد المجموع. لان هنا انا عايز اطلعت ايه? تردد عالي. عايز اطلع عموجة? هتتحرك معايا وتبقى تردد عالي جدا. فابتدي تاخد التردد العالي. لكن في محطة الاستبال كنت باخد في المازج اخد اخد التردد الفرق ولا المجموع? لا باخد الفرق. لان برجع الشيء الاصل. عايز ارجع للسبعين ميجا هيرترس. فازن ابتدى يديني مميزات كويسة جدا. وابتدى يديني عيوب. ابتدين احنا نشتغل عليها ونقول ازاي نعالج العيوب دي? وازاي نشتغل عليها? وازاي نحلها? ونبتدي نفكر في حلولها. طب انا عندي ايه? في خط الرؤية. طب احل له ازاي? طب انا عندي عيب في ان الاحوال الجوية لما بيحصل فيها مشاكل الاتصالات والبس بتاع بيبقى فيه مشاكل. طب احلها ازاي? عندي عيب ان التكلفة الطاقة الكهربية عالية جدا. طب احلها ازاي? كله دوت ان شاء الله ان شاء الله هنعرفه. لان العلم عندنا ما بيتوقفش عن حاجة معينة. لا العلم بياخد العيوب ويبتدي يشتغل عليها عشان يديني حاجة افضل وحاجة اعلى وحاجة ارقة وده اللي ان شاء الله انا يعني هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقة الجاية وفي الباب الجاي اللي هو بقى ايه? ازاي تغلبت على مشاكل المايكرويف عن طريق الاكمار الصناعية. عن طريق الاكمار الصناعية. وهسيبكوا تفكروا في الكلام دوت. وعيزكوا تشوفوا وتبحثوا كده. الاكمار الصناعية ديت. وايه فكرتها? وازاي بتشتغل? وهل هي بتختلف على ان احنا قلناه في نزام الارسال بواسطة المايكرويف? ولا ما بتختلفش? والبس بتاعها هل بيغطي نطاق نفس النطاق? ولا النطاق بتاعها بتغير? لازم نبحس ولازم نشوف. احنا دلوقتي بي عندنا الانترنت وعندنا اليوتيوب. عندنا اماكن كتير جدا نقدر نجيب منها المعلومة. واشوف عشان ما ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية تبقى انتم مستعدين للكلام. فان شاء الله بازن الله نلتقى على خير الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.